أعزائي طلاب وطالبات الصف العاشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة هنتناول فيها مراجعة وحل الأسئلة الموضوعية في مادة الفيزياء اللي وردت في الامتحانات السابقة هنأخذ أول نوعية من الأسئلة الموضوعية اللي بتيجي في الامتحانات اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية واحد طول المسار المقطوع أثناء الحركة من موضع إلى آخر طول المسار اللي بيقطع الجسم أثناء الحركة من موضع إلى آخر ده تعريف المسافة الكمية الفيزيائية التي تعبر عن تغير متجه السرعة السرعة تغيرت خلال وحدة الزمن عندما يحدث تغير في السرعة تنتج عن ذلك كمية الفيزيائية اللي هي العجلة تغير متجه السرعة خلال وحدة الزمن دي العجلة الخاصية التي تصف ميل الجسم إلى أن يبقى على حاله ويقاوم التغير في حالته الحركية يعني الجسم الساكن يميل إلى أن يبقى ساكن والجسم المتحرك يميل إلى أن يبقى متحركا دي خاصية القصور الزاتي القوة اللازمة لجسم كتلته واحد كيلو جرام لكي يتحرك بعجل مقدارها واحد متر لكل سنية تربيع ده تعريف النيوتن حركة جسم من دون سرعة ابتدائية أنا السرعة الابتدائية بصفر بتأثير ثقله أو وزنه فقط مع إهمال مقاومة الهواء ده تعريف السقوط الحر خاصية للأجسام تتغير بها أشكالها عندما تؤثر عليها قوة ما وبها تعود الأجسام إلى أشكالها الأصلية عند زوال القوة الخاصية دي تسمى خاصية المرونة تغير موضع الجسم بمرور الزمن بالنسبة إلى موضع جسم آخر ساكن موضع الجسم تغير بمرور الزمن بالنسبة إلى موضع جسم آخر ساكن اللي هي النقطة المرجعي ده التعريف ده إيه تعريفية تغير موضع الجسم بمرور الزمن بالنسبة إلى موضع جسم آخر ساكن ده تعريف الحركة تتناسب قوة التجازب بين جسمين اللي هي إف طرديا مع حاصل ضرب الكتلتين موان ضرب متو وعكسيا مع مربع البعد اللي هو دي تربية ده قانون مين؟ قانون الجزب العام لنيوتن الحركة المتغيرة في مقدار السرعة من دون الاتجاه هنا عندنا الحركة المتغيرة في المقدار أو الاتجاه أو الاثنين ما عند اسمها الحركة المعجلة أما الحركة المتغيرة في مقدار السرعة فقط ده هنسميها الحركة المعجلة بانتظام في خط مستقيم التغير في شكل الجسم الناتج عن الإجهاد المؤثر على الجسم التغير في شكل الجسم هو الإنفعال المؤثر الخارجي الذي يؤثر على الأيسام مسببا تغير في شكل الجسم أو حجمه أو حالته الحركية أو موضعه مين المؤثر الخارجي اللي بيغير من مكان الجسم أو شكل الجسم أو حجمه القوة لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه تتعريف القانون السالس لنيوتن المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن مسافة تقسيم زمن اللي هي السرعة العددية يبقى الجسم الساكن ساكنا ويبقى الجسم المتحرك في خط مستقيم متحركا بسرعة منتظمة ما لم تؤثر على أي منهما قوة تغير في حالة ما دل هو القانون الأول لنيوتن أو قانون نيوتن للقصور الزاتي مقاومة الجسم للكسر الجسم بيقاوم الكسر تتعريف الصلابة ناخد نوع تاني من أو شكل تاني من الأسئلة الموضوعية اللي بتيجي في الامتحانات أكمل العبارات التالية بما تراه مناسبا السرعة التي يتحرك بها جسم بدأ حركته من السكون بعجلة ممتظمة تتناسب نقاط مع الزمن دائما كلمة تتناسب بعديها إما طرديا أو عكسيا هي العلاقة بين السرعة والزمن في معدلات الحركة العلاقة بين السرعة والزمن تناسب طردي عندما تتدحرج الكرة على مستوى ما إلا أعلى زي ما نحن شايفين في الشكل سرعتها بيحصل سرعتها تقل ممكن يجي لك السؤال ماذا يحدث السرعة هنا بتقل طيب لو جاء قال لك علل ليه السرعة بتقل لأن هنا الجسم أو الكرة بتتحرك عكس اتجاه الجاذبية الأرضية طب لو الكرة نزل تحت سرعتها تزداد لو قال لنا علل أقول لأن الكرة تتحرك باتجاه الجاذبية الأرضية جسمان البعد بين مركزيه ما D وقوة التجاذب F فإذا أصبح البعد بينهما مثلي ما كانت عليه يعني هنا المسافة بدال مكان D أو بواحد أصبحت اثنين فإن قوة التجاذب هتسوي كام إحنا عندنا من قانون الجاذب العام لنيوتن إن العلاقة بين القوة ومربع المسافة علاقة عكسية فلو زادت المسافة مرتين هيحصل لي للقوة القوة هتقل أول ما هنقول هتقل كده يبا نقلب الرقم فذل اثنين يبا هتقل خلها نص وإحنا هنا بنقول معهم ربع المسافة يعني مص واحد على اثنين تربية الربع الاثنين نخلي اثنين تربية بس الاثنين في المقام يبا هأصبح الناتش كام ربع يبا لو المسافة زادت مرتين القوة تقل للربع ممكن نحلها بطريقة القانون هنقول F1 على F2 يسوي D2 تربية على D1 تربية ونعوض الF1 هنعتبرها بدل F نخليها واحد عشان نعرف نحسبها الF2 مجهولة الD2 اللي هي أصبح D2 يبا 2 تربية الD1 اللي احنا نعتبرها دي أو 1 واحد تربية ضرب تقاطعي هيطلع معانا قوة التجازب لإما هنقول F على 4 أو نقول تصبح ربع ما كانت عليه أو على طول بمجرد الفهم المسافة زادت مرتين القوة تقل يبا 1 على 2 وهالربع ال2 على ساسمع مربع المسافة يبا هتقل إلى الربع تتحرك جسم بعجلة سالبة وهي عجل الطباط فإن سرعته الابتدائية بيحصل لها لغاية ما يتوقف الجسم السرعة الابتدائية يهب الياقيم وبتبدأ تقل أو تنقص تدريجيا إلى أن يتوقف الجسم عند قصف الجسم رأسيا لأعلى يكون مقدار السرعة اللحظية عند النقاط التي تبعد مسافات متساوية النقطة بداية الحركة سواء كان الجسم متحركا إلى أعلى أو إلى أسفل بيكون مقدار السرعة نفسه أو متساوية أنا وخدت هنا السرعة اعتبرت هنا مثلا وليكن خمسين هتكون هنا السرعة عند نفس المستوى الأفقي خمسين لو هنا السرعة فوق مثلا وليكن تلاتين يب عند نفس المستوى هنا كده نفس النقطة كده خدنا خط يلجأ هنا السرعة تلاتين يب يكون مقدار السرعة اللحظية متساوي أو نفسه عند النقاط التي تبعد مسافات متساوية عن نقطة بداية الحركة تعرف إمكانية تحويل المادة إلى أسلاك ويرات هنا اللي هي الليونة إذا تحرك جسم من السكون بعجلة منتظمة فإن إزاحة الجسم اللي هي دي تتناسب طرديا مع نقط نحن قلنا السرعة طرديا مع الزمن طب الإزاحة تتناسب طرديا مع مين من المعادلة التانية مع مربع الزمن أو تي تربيع الأجسام الساقطة بحرية نحو الأرض بإهمال مقاومة الهواء يعني سقوط حر تتحرك بعجلة تسارع منتظمة تسمى إما نسميها عجلة الجاذبية الأرضية أو عجلة السقوط الحر اتجاه قوة الاحتكاق دائما نقط اتجاه القوة الأصلي دائما اتجاه قوة الاحتكاق عكس أو ضد اتجاه القوة الأصلية ولذلك يعمل قوة الاحتكاق تبط من حركة الجسم أثرت قوة مقدارها اللي هي الـ 3 نيوتن على نابض زنبرق فاستطال اللي هي 3x عاوز سابت المرونة ك أو سابت النابض وحدة نيوتن على متر احنا لسه جايلين قلنا قبل كده في المسائل ان السابت كيف يسوي القوة على الاستطالة وهو حتى جايل لك بوحدة نيوتن على متر يعني خلي قيمة نيوتن في وض وخلي القيمة اللي بالمتر تحت عندنا 3 تقسيم 0.02 هيطلع معنا سابت حق أو سابت النابض 150 نيوتن على متر ميل الخط المستقيم في الشكل المقابل أنا هنا السرعة في وض والزمن تحت يما أكسم التغير في السرعة V دلتا V على دلتا T على طول سرعة أو زمن يعني الميل هو العجلة المعادلة الأولى للحركة قلنا اتجاه قوة الاحتكاك عكس أو ضد اتجاه القوة المسببة للحركة النقاط التي تقع في مستوى أفق واحد داخل سائل متجانس يعني من نفس النوع ومتزن متساوية في أن خدناها متساوية في الضغط B وممكن السؤال يجينا نعلم ليه النقاط التي تقع في مستوى أفق واحد داخل سائل متجانس ومتزن متساوية في الضغط هنا ليه متساوية في الضغط لأن طالما في مستوى أفق واحد يبقى لهم نفس العمق نفس الـ وداخل سائل متجانس يعني من نفس النوع يبقى لهم نفس الكسافة يبقى هنا لأن لهم نفس العمق وفي نفس السائل يعني نفس الكسافة فيكون لهم نفس الضغط سقط جسم سقوطا حرا نحن قلنا سقط جسم سقوطا حرا السرعة الابتدائية بصفر والعجلة موجة بعشرة أن الجسم يتحرك باتجاه الجاذبية الأرضية من ارتفاع ما وبعد مرور زمن اللي هو T بيكون قطع مسافة كام أنا عاوز المسافة أو الارتفاع اللي هو D هنطبق اللي هو المعادلة الثانية V ضد T زائد نص GT تربية باعتبار السرعة الابتدائية بصفر سنعوض على طول D سوى نص GT تربية ونعوض نص ضرب عشرة ضرب واحد تربية سيطلع معانا الناتج معانا بالألحاظ ستطلع خمسة متر إذا أثرت عدة قوة على جسم ولم يتحرك فإن محصلة تلك القوة الساوي كام طالما الجسم ما تحركش ومحصلة القوة تساوي صفر وهنا القوة قوة متزنة لأن محصلتها تساوي صفر الضغط عنده نقطة تقع في باطن سائل البي تتناسب نقط مع العمق H من القانون البي بيسوره GH يبا هنا الضغط يتناسب طرديا سواء قل لك مع عمق النقطة أو كمان كسافة السائل برضو نكتب طرديا يبا الضغط يتناسب طرديا مع عمق النقطة ومع تسافة السائل المسألة دي نفس المسألة اللي في وقت بالزبط فهنا المسافة تطلع بخمسة الوحدة الدولية لسابت هوق أو سابت النابض اللي هي سابت النابض الكي بيسور F على الاستطالة القوة بالنيوتن على الاستطالة بالمتر بالنيوتن على متر مقاومة الجسم للخدش ده تعرف مين مقاومة الجسم للخدش الجسم بيقوم الخدش ده هي الصلاطة بالدال تكون السرعة المتجهة نقط إذا كانت سابتة القيمة والاتجاه السرعة لما تكون سابتة القيمة والاتجاه تكون سرعة منتظمة عند مقعب بتؤثر على قوتان قوة 10 نيوتن وفي نفس الاتجاه قوة 5 نيوتن تكون محصية القوة السوي كام هنا طلام القوة في اتجاه واحد يعني في نفس الاتجاه هنجمحهم 10 زائد 5 تطلع محصلة القوة كام 15 نيوتن تعرف القوة التي تؤثر على جسم ما وتعمل على تغيير شكل القوة التي تؤثر على جسم مثل النابض وتغير شكل يسمى بالإجهاد السرعة التي يتحرك بها جسم من السكون بعجلة منتظمة عطينا السرعة في وقال لنا تتناسب طرديا مع مين من المعدلة الأولى للحركة الفي تتناسب طرديا مع مين مع الزمن القوة التي تعتمد على طبيعة سطح الجسم وشكله والسطح الذي يتحرك عليه هي هو قلة قوة يبقى على طول لازم تكون لها نكتب قوة هي هي القوة التي تعتمد على طبيعة سطح الجسم وشكله والسطح الذي يتحرك عليه قوة الاحتكاك أثرت قوة مقدارها عطينا القوة وعلى نابض يبقى دماغ على طول يروح لقانون النابض فاستطال فاستطال بمقدار بمقدار اللي هي دلتة X عاوز ثابت المرونكي وقال لك بوحدة نيوتن على متر يعني هنقسم القوة تقسيم الاستطالة 40 تقسيم 0.05 هيطلع معانا الناتج 800 نيوتن على متر هنشوف شكل تاني من الأسئلة الموضوعية ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة أو علامة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة تكون عجلة حركة الجسم موجبة إذا كان التغير في مقدار السرعة يساوي 0 هل الكلام ده صح ولا خطأ الكلام ده خطأ بتكون عجلة حركة الجسم موجبة إذا كان التغير في سرعة الجسم بالزيادة الموجب السرعة النهائية أكبر من السرعة الابتدائية هنا تكون عجلة حركة الجسم موجبة أما إذا كانت السرعة النهائية أقل من السرعة الابتدائية يعني فيه تناقص في السرعة يبقى عجلة الجسم سالبة أما إذا كانت السرعة الابتدائية تساوي السرعة النهائية فهنا العجلة تساوي صفر القوة كمية متجه يعني تحدد بمقدار واتجاه طب هو بيقول لنا عناصر قوة تتحدد بالمقدار والاتجاه ونقطة التأسير صح والغلط العبارة صحيحة هي تحدد بمقدار واتجاه وانضف لها كمان نقطة التأسير ودي اسمهم عناصر القوة ثلاث عناصر مقدار واتجاه ونقطة التأسير تتشابه الحرقة الدائرية مع الحرقة الاهتزازية بأن في كل منهما تتقرى الحرقة خلال فترات زمنية متساوية العبارة صحيح لأن الاتنيا مثال على الحرقة الدورية لها حرقة تكرر نفسها خلال فترات زمنية متساوية إذا سقطت أيسام مختلفة الكتلة متماسلة الحجم من ارتفاع واحد سقوطا حرا سقوطا حرا يعني مع إهمال تأسير مقاومة الهواء فإن زمن وصولها للأرض وسرعة استضامها بها تكون متساوية فالسقوط الحر مهما اختلفت كتل الأجسام هيكون زمن الوصول واحد وسرعة الاستضام بالأرض واحدة والعجلة السقوط واحدة فهنا العبارة صحيحة فلو غلي كانت سرعة الجسم الأول V سرعة الجسم الثاني V الزمن اللي خده الجسم الأول T بس زمن اللي خده الجسم الثاني T العجلة هنا مثلا ايه العجلة ايه طب يما اقسم اقول نسبة مثلا الزمن الأول زمن الجسم الأولان على زمن الجسم الثاني أو سرعة الجسم الأول على سرعة الجسم الثاني أو عجلة الجسم الأول على عجلة الجسم الثاني أقول نسبة واحد إلى واحد لأن في السقوط الحر الزمن متساوي زمن الوصول متساوي سرعة الاستضامة متساوية العجلة نفسها متساوي لو قال لك أي نسبة منهم أقول له واحد إلى واحد لإحداث تغيير في حال الجسم ما من السكون إلى الحركة يلزم وجود قوة محصلتها السوصف العبارة صحيحة والله خاطئة لإحداث تغيير في حالة الجسم لازم تكون قوة محصلتها لا تساوي صفر لا تساوي صفر يعني العبارة هنا خاطئة يعني هنا قوة السوصفر يعني قوة متزنة لا تغير حالة الجسم أما لإحداث تغيير لازم تكون في قوة محصلتها لا تساوي صفر مقدار الانفعال في النابض يتناسب طرديا مع مقدار الاجهاد بشرط ان يعود سلك النابض الى طوله الاصلي العبارة صحيحة مقدار الانفعال يتناسب طرديا مع الاجهاد بس بشرط ان لا يتعدى الجسم حد المرونة اعتبر حركة الجسم في خط مستقيم بين نقطة البداية ونقطة النهاية حركة دورية الكلام كله ماشي كويس بس هو حركة الجسم في خط مستقيم حركة انتقالية العبارة خاطئة الصلابة بالدال مقاومة الجسم للكسر مقاومة الجسم للكسر هي الصلابة سيارة تتحرك بسرعة منتظمة 90 كيلو متر لكل ساعة فان سرعتها بالوحدة الدولية اللي هي المتر لكل سانية 25 متر لكل سانية هنا التحويل اللي كي نحول من كيلو متر لكل ساعة الى متر لكل سانية بناخد الرقم ده نضربه في البسط بألف وتحت هنقول 60 ضرب 60 يعني هنا 90 ضرب 1000 وفي المقام هحول من الساعة لكل سانية فهنضرب 60 ضرب 60 لو حسبنا بالأل حازبة هتطلع معاناة 90 كيلو متر لكل ساعة تساوي 25 متر لكل سانية بل عبارة هنا عبارة صحيحة إزاح الجسم D متحرك بعجلة منتظمة ممتدئا من السكون في خط مستقيم تتناسب طرديا مع مين؟ مع مربع الزمن العبارة صح والله خطأ D مع T تربيح تناسب طردي عبارة صحيحة المعادلة الثانية من معادلات الحركة بعجلة منتظمة يبقى دي مع T تربيح وتناسب طردي العبارة صحيحة خصية الصلابة تعني مقاومة الجسم للخدش الكلام ده خطأ الصلابة بالباء تعني مقاومة الجسم للكسر طب لا عاوزين نغير الصلابة نخليها هنا عشان نخليها للخدش الصلابة يبقى هنا دي العبارة خطأ نفس الكلام تتحرك سيارة بسرعة منتظمة 72 كم كل ساعة فإن سرعتها بالوحدة الدولية متر الكل سانية عشرين هناخد نفس الكلام هنقول 72 ضرب ألف وتحت 60 ضرب 60 هتطلع معانا برضو احسبوا بالألحظ بتطلع معانا بعشرين يبقى العبارة صحيحة مقدار الانفعال في نابض يتناسب عكسيا مع مقدار الإجهاد لسه غيلينها تصح والله خطأ الانفعال مع الإجهاد تناسب طرد يبقى العبارة خاطئة ضغط السائل اللي هو البي عنده نقطة لا يتوقف على كسافة السائل لا يتوقف على كسافة السائل عبارة خاطئة لأن قانون الضغط بتاع السائل البي بي ساورو جي اتش الرو اللي هي الكسافة والاتش اللي هي عمق نقطة والجي اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية وبه يتوقف على العمق وعلى كسافة السائل يقرر إزاح الجسم اللي هو دي متحرك بعجلة منتظمة ابتداء من السكون تتناسب طرديا مع الزمن كلام ماشي مصبوط بس هنا مع الزمن العبارة خاطئة مع مربع الزمن تي تربيع وليس التي تي تربيع وليس التي السقوط الحر هو حرك الجسم من دون سرعة ابتدائية بتأثير ثقة له فقط مع إهمال مقاومة الهواء تتعري العبارة صحيحة التغير الناتج في شكل الجسم نتيجة تأثير قوة بيسمى الانفعال دائما التغير الناتج في شكل الجسم هو الانفعال وبالعبارة صحيحة ده تعريف كذلك شوف نمط آخر من الأسئلة الموضعية هو اختار الإجابة الصحيحة معادلة أبعاد المساحة المساحة هي عبارة عن الطول طرب العرض بعض الطول إل بعض العرض إل إل لضرب إل يبه معادلة أبعاد المساحة إل لتربية إحدى الكميات التالية عددية يلزم لتعريفها المقدار فقط هي هي الكمية التي يلزم لتعريفها المقدار فقط من هنا اللي هي المسافة الباقي كميات متجهة يلزم لتعريفها المقدار والاتجاه تتحرك سيارة في خط مستقيم بسرعة أول سرعة اللي هي السرعة الابتدائية هي الفي ضط بعجلة اللي هي الاي وبعد زمن قدره عطينا الزمن عاوز السرعة اللي هي في عندنا الفي بتساوي الفي تساوي الفي ضط زائد العجلة ضرب الزمن السرعة الابتدائية موجودة حسبوا معانا عشرة العجلة بخمسة ضرب الزمن باثنيا هنحسبها تطلع معانا عشرين متر لكل سنة قزفة شخص قرى رأسية لاعلى قلنا لما يقزف يقزف جسم رأسية لاعلى يعني الجسم بيتحرك عكس اتجاه الجاذبية الأرضية وبالعجلة بسالب عشر وعطينا السرعة الابتدائية الفي ضط فإن أقصر ارتفاع قلنا عند أقصر ارتفاع السرعة النهائية بصفر هو عاوز أقصر ارتفاع دي كإن معطى السرعة الابتدائية في ضط والسرعة النهائية بصفر والعجلة بسالب عشر عاوز أقصر ارتفاع الدي نقدر نجيبها عندنا احنا هنا عندنا السرعة الابتدائية والنهائية وعندنا عجلة الجاذبية الأرضية نجيبها من الدي يساوي الفي تربيع ناقص في ضط تربيع على اتنين عجلة هنعوض بالألحظ بمعانا صفر تربيع ناقص تلاتين تربيع تقسيم اتنين ضرب سالب عشرة لا ننسى في قزفة العجلة هنا هتكون بالسالب هيطلع معانا الناتج 45 متر أحد الأيسام الذي له أكبر قصور ذاتي نقلنا القصور الذاتي هي الخصية التي تصف ميل الجسم إلى أن يبقى على حاله ويقاوم التغير في حالته الحرقي يعني الجسم الساكن يحب أن يظل ساكن والجسم المتحرك يحب أن يظل متحرك عندنا مدينة أشكال مختلفة قتلها مختلف القصور الذاتي يعتمد على الكتلة الكتلة الكبيرة لها قصور ذاتي كبير والقطلة الصغيرة لها قصور ذاتي صغير فهنا أكبر قصور ذاتي يعني أكبر كتلة مين أكبر كتلة هنا؟ الشاحنة فلو ججل لك علل لما يأتى القصور الذاتي للشاحنة أكبر من قصور الذاتي للسيارة أقول لأنه كتلة الشاحنة أكبر من كتلة السيار خاصية مقاومة الجسم للخدش ده تعرف مين جاننا فيه الأكمل والصح وغلط الصلاة أفضل خط بيان يوضح العلاقة بين الضغط ضغط السائل وكسافة السائل ضغط السائل وكسافة السائل أو ضغط السائل وعمق النقطة اللي هو إتش دائماً علاقة تناسب طربي بسواء قال لك البي مع الرو أو البي مع الاتش برضو هي نفس الكلام تناسب طربي حوض مساحته اللي هي الإيه يحتوي على ماء مالح فإذا كان الضغط الكل اللي هو بي هو وحدة البسكال فإنه القوة إف عندنا قانون بيربط ما بين القوة والضغط والمساحة القوة بتساوي الضغط ضرب المساحة الضغط 111600 ضرب 0.05 ستطلع معانا القوة 5580 القوة كمية متجهة تتحدد بعناصر إيه هي خدناها من شوي عناصر القوة ثلاثة هي كمية متجه وإحنا عارفين الكميات المتجهة لها مقدار واتجاه القوة نضف لها كمان نقطة التأثير تحدد بعناصر اللي هي المقدار والاتجاه ونقطة التأثير إذا كانت المحصلة الإجمالية للقوة محصلة القوة تساوي صفر معنى أن محصلة القوة الإجمالية تساوي صفر يعني هنا القوة متزنة فالجسم لو ساكن بيظل ساكن طب لو كان بيتحرك بسرعة منتظمة أو سابتة يظل متحركا بسرعة منتظمة طب إحنا نختار لو كانت محصلة القوة الإجمالية تساوي صفر هنا يتحرك الجسم بسرعة سابتة أو منتظمة كرتان كتلتا هما عشرة كيلو جرام وخمسة كيلو جرام والمسافة بينهما نص متر وعطينا سابت الجذب العام وعاوس قوة الجذب اللي هي إف إيه هو قانون الإف الإف جي إم وان إم تو على دي تربيع نعوض اللي هو بالسابت ضرب الكتلة الأولى اللي يعجبك ما ساعتبر عشرة الكتلة الأولى وخمسة الكتلة الثانية والعكس على المسافة مص تربيع هيطلع معانا الناتج واحد بوينت تلاتة وتلاتين ضرب عشرة استسالة بتمانية نيوتن عند زيادة القوة إف التي يؤثر بها الجسم على السطح فإن الضغط يحصل لها العلاقة بين القوة والضغط علاقة ترضي فعند زيادة القوة يحصل لها للضغط يزداد الضغط والعلاقة بين القوة العلاقة بين الضغط والمساحة علاقة عكسية فبزيادة المساحة يقل الضغط وبين بزيادة القوة يزداد الضغط تساوى السرعة العددية المتوسطة مع السرعة المتجهة عندما تكون الحركة باتجاه سابت في خط مستقيم الحركة باتجاه سابت في خط مستقيم إذا كان ميل منحنى السرعة والزمن ميل منحنى سرعة والزمن على طول يبا بيتكلم عن عجلة إذا كانت العجلة هنا بتساوي صفر يبا معنى ذلك أن الجسم يتحرك بسرعة منتظمة أو سرعة سابتة سقط جسم سقوطا حرا معنى كلمة سقوطا حرا يعني السرعة الابتدائية بصفر والعجلة بموجة بعشرة لأن الجسم بيتحرك باتجاه الجاذبية الأرضي فإن سرعته لما يصطدم بالأرض السرعة اللي هي في أنا عند الفي ضوت بصفر وعند العجلة الجاذبية بعشرة والزمن ثلاثة السرعة من المعادلة الأولى على طول هنقول الفي تساوي الفي ضوت زائد جي تي الفي صفر بصفر والجي بعشرة نضربها فين في الزمن يبا جي تي يعني ثلاثة ضرب عشرة يطلع الناتج بثلاثين متر الكل سنية ترك جسمان ليسقطان سقوطا حرا في نفس اللحظة من نفس الارتفاع فإذا كانت كتلة الأول ضعف كتلة الجسم الثاني وهنا بإهمال مقاومة الهواء احنا قلنا في حالة السقوط الحر مهما اختلف الجسمان يصلان في نفس اللحظة بنفس السرعة نختار أي اختيار يقول هنا الجسمان يصلان إلى الأرض بنفس السرعة وفي نفس الوقت طلامة سقوطا حرا بإهمال مقاومة الهواء أفضل خط بياني بين العجلة والكتلة العلاقة بين العجلة والكتلة من القانون الساني لنيوتل عند سبوت القوة علاقة عكسية كميات الفيزيائية التالية مشتقة ما عدا يعني كله مشتقة ما عدا واحدة أساسية احنا خدنا كميات فيه مشتقة وأساس الأساسي قلنا نركز على ثلاث حاجات الطول الكتلة الزمن دول أساسي الباقي مشتقة عندي رحنا هنا السرعة مشتقة والعجلة مشتقة والضغط مشتقة يبقى من الأساسي الزمن أفضل منحنى بياني يوضح العلاقة بين السرعة V والزمن T لسيارة تتحرك بسرعة منتظمة سرعة منتظمة يعني سرعة سابتة يعني العجلة فيها تسوي صفر ممكن يجيب لك نفس السؤال بس يقول لك عجلة تسوي صفر يبقى هو نفس الشكل سرعة مع زمن والسرعة هنا منتظمة والعجلة تسوي صفر يبقى هنا الشكل ده وده مهم جدا بيتكرر في الامتحانات سقط جسم سقوطا حرا قلنا في السقوط الحر السرعة الابتدائي بصفر والعجلة بعشرة أعطيني زمن السقوط بخمسة أعاوز سرعة الاصطدام زي ما قلنا السرعة الابتدائية بصفر فعلى طول هنقول السرعة بيساوي الجي ضرب T الجي تي الجي بعشرة وضرب T في خمسة يبقى عشرة ضرب بخمسة يطلع الناتج بكم يطلع الناتج معانا بخمسين أهو المعادلة نطبق على طول دي بصفر والجي تي عندنا الجي عشرة والتي بخمسة ونطلع الناتج أثرت قوة ما على جسم كتلته فاكسبته عجلة مقدارها كذا فإذا أثرت نفس القوة على جسم آخر كتلته واحد كيلو فإنه يكتسب عجلة أو زين العجل نقول نتوجد علاقة تناسب عكسب بين الكتلة والعجلة عند سبوت القوة التناسب العكسب نكتبه إزاي الكتلة الأولى في العجلة الأولى يسوي الكتلة الثانية في العجلة الثانية الكتلة الأولى عوض معايا بالألحاز بأربعة العجلة الأولى اثنين يساوي الكتلة الثانية بواحد العجلة نطلعها بطريقة الألحاز عندنا نبصنا كده الكتلة الأولى كانت أربعة أصبحت واحد يعني الكتلة قلت للربع فالمفترض للعجلة تزيد أربع مرة يعني نضرب رقم دفع أربع أربع في اثنين هتطلع بتمانية لما نعوض أربع ضرب اثنين سوى واحد ضرب العجلة سيطلع الناتج معانا بتمني متر الكل سنية تربيع اتتان ام وان وام تو البعد بينهما عشر سنطي وكانت قوة التجازب اف فإذا أصبح البعد خمسة يعني هنا قلت المسافة للنصف القوة يحصلها اياها نجلنا فيه علاقة التناسب عكس بين القوة ومربع المسافة فلو المسافة جلت للنصف القوة هتزيد وبذلك للنصف نخليها اثنين تزداد وهنا احنا جلنا مع القوة معادي تربيع يبها الربع الاثنين اذا القوة تزداد الى اربعة امثال لا جميع الخواص التالية تعتبر من خواص المادة المتصلة بالمرونة ما عدا انا عندي خواص المادة المتصلة بالمرونة الصلابة الصلابة الليونة الطرق عندي نحن هنا جميع الخواص التالية تعتبر من خواص المادة المتصلة بالمرونة ما عدا مين؟ ما عدا السيولة دي مش متصلة بالمرونة يمثل الشكل المقابل منحنى السرعة والزمن لجسم متحرك V و T وخط مستقيم احنا قلنا هنا الميال هو العجل وهنا السرعة سابتة فالعجل سو صفر فهنا ده الخط ده يمثل سرعة سابتة أو سرعة منتظمة واحدة فقط من الكميات التالية عندنا كمية أساسية كمية أساسية كمية أساسية أنا عنده الطول والكتلة والزمن يبقى هنا الكمية الأساسية الموجودة كام اللي هي الكتلة احرك متسابق من نقطة A إلى نقطة B قطعة 300 متر بعدين اتحرك من B ل C قطعة 400 متر فإذا كان الزمن الكل للحركة 20 سنية فإن السرعة المتوسطة احنا عارفين ان السرعة المتوسطة بتساوي المسافة الكلية تقسيم الزمن الكل لما اقسم المسافة الكلية 300 زاد 400 تقسيم الزمن الكل 20 يطلع معانا الناتج 35 متر الكل سنة في إطار التجارب التي أجراها جاليليو لدراسة تأثير قوى الاحتكاك على حركة الايسام وجد انه حين جاليليو قام بالدراسة تأثير قوة الاحتكاك على حركة الايسام وجد ان الأسطح المسقولة تقلل من تأثير قوى الاحتكاك الأسطح المسقولة اللي هي الأسطح الناعمة الملساء تقلل من تأثير قوى الاحتكاك أفضل خط بياني بين القوة المؤسرة على نابض اللي هو زنبروك ومقدار الاستطالة اللي هو دلتا إكس كل ما بتزيد القوة المؤسرة كل ما بتزيد الاستطالة يعني علاقة تناسب ترضي سقطت تفاحة تكرر السلد أكتر من مرة وانا سقطت السرعة الابتدائي بصفر والعجلة وموجة بعشرة فاصطدمت بالأرض بعد زمن أعطينا الزمن فإن سرعة التفاح ال-V قلنا على طول السرعة ابتدائي بصفر فنضرب الجي ضرب ت اثنين ضرب عشر يطلع الناتج عشرين متر لكل سنة أسرت قوة سابتة على جسم كتلته فأكسبته عجلة أربعة فإذا أثرت القوة نفسها على جسم كتلة ستة فإن العجلة نفس القانون اللي هو قلنا التناسب العكسي الكتلة الأولى ضرب العجلة الأولى يساوي الكتلة الثانية ضرب العجلة الثانية طيب هتطلع بقيمة وليقون اثنين أو باتفكر بعجلك الكتلة كانت ثلاثة أصبحت ستة يعني زادت للضعف فهنا العجلة تقل للنص نص الأربعة اثنين أفضل منحنى بياني يوضح العلاقة بين الضغط وعمق النقطة اللي هو اتش قلنا ضغط السائل مع عمق النقطة ضغط السائل مع كسافة السائل علاقة ترضية واحدة مما يلي ليست من الكميات الأساسية عندي كمية مشتقة نقولنا الأساسيين اللي عندي المشهورين ثلاثة طول الكتلة الزمن أه أساسي طول كتلة زمن يبقى مين اللي ليست أساسي يعني مشتقة القوة يمثل الشكل المقابل منحنى السرعة والزمن لجسم متحرك V و T وهنا جسم متحرك تستنتج من ذلك يا V و T وعلاقة هنا تناسب طرد يعني هنا العجلة عجلة منتظمة و عجلة سابتة في إحدى مباريات كرة السلة كانت أقصى قفزة قد سجلها أحد اللاعبين اللي هو D 1.25 متر فإن زمن التحليق اللي هو زمن الصعود والهبوط وحدة السنة باعتبار أن عجلة الجاذبية بعشر زمن التحليق D بيساوي 2 ضرب جزر 2D على G معوض 2 ضرب الجزر 2 ضرب D 1.25 على الجيب عشر اطلع معنا الناتج بواحد لو قل لك نصف زمن التحليق نحوش اللي اتنين ده أو قلنا زمن الارتقان نشيل اللي اتنين ده ونخلي قانون الجزر بس كتاب الفيزياء موجود على طاولة أفقية لو بصنا في الاختيارات لا يوجد أي قوة تؤثر عليه لا يمارس الكتاب أي قوة على الطاولة مجموع القوة التي تؤثر عليه الساوي صفر لا تمارس الطاولة أي قوة على الكتاب الإجابة الصحيحة مجموع القوة التي تؤثر عليه تساوي صفر قوة الوزن وقوة رد الفعل قوتان متساويتان في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه أثرت قوة مقدارها 20 نيوتن على جسم فأكسبته عجل مقدارها 2 متر كل سنية تربيه فإذا أثرت قوة 40 على نفس الجسم فتكسبه عجلة كامة نحن قلنا هنا بيتكلم عن العلاقة بين القوة والعجلة العلاقة بين القوة والعجلة وعلاقة التناسب طرد نكتبها إزاي القوة الأولى على القوة في الحالة الثانية يساوي العجلة في الحالة الأولى على العجلة في الحالة الثانية القوة الأولى 20 والقوة الثانية 40 العجلة في الحالة الأولى اتنيا عاوزين العجلة في الحالة التانية نسويها بالآن الحزبة هتطلع معاناة العجلة بربع او بالعقل القوة كانت عشرين صارت اربعين يعني زادت للضعف يب العجلة زادت للضعف العجلة كانت اتنين تصير كام تصير اربع أسرت قوة مقدارها القوة F على نابط زنبرغ فاستطالة بمقدار المسألة اتكررت اوزين ثابت هق او ثابت المرونة K K اللي هو الF على دلتا اكس اللي هو بالنيوتن على المتر عشرين تقسيم 0.02 هيطلع معانا الناتج الف نيوتن على متر واحدة فقط من الكميات الفيزياء ليست متجهة احنا عندنا فيه انه ممكن نجسم الكميات لمتجهة وعددية هي ليست متجهة يعني نمقصود بها عددية العددي مثل الزمن المسافة الطول الكتلة السرعة العددية السرعة المتوسطة اي واحد من دول دي كميات عددية في احدى مباريات كرة السلة كانت اقصى قفزة قد سجلها احد اللاعبين دي تمانية من عشرة متر فان نصف زمن التحليق او زمن الارتقاء لازم يكون عندنا مواطع عجلة الجاذبية الارضية قلنا قانون نصف زمن التحليق او زمن الارتقاء او زمن اقصى ارتفاع من هنا جزر تو دي على جي نعوض اثنين ضرب زيرو بوينت تمانية على عشرة اطلع معانا الناتج اربعة من عشرة افضل خط بياني يمثل علاقة بين القوة المؤسرة على جسم والعجلة التي يتحرك به وان العلاقة بين القوة والعجلة علاقة التناسب ترضي قوة عجلة تناسب طرد الكتلتان الموضحتان بالشكل الام واحد كد الام اثنين مرتين يعني الام واحد اكبر فاذا كانت الكتلة ام وان تؤثر على الكتلة ام تو بقوة اف فان الكتلة ام تو تؤثر على الكتلة ام وان بكام هال نص اف ربع اف اف اثنين اف انت ممكن تغلط ونقول هنا على الاثنين ونبدأ نختار اختيرات مص او اثنين لا هنا من قانون الفعل ورد الفعل وان لكل فعل رد فعل يساويه في المقدار ويعاكسه في الاتجاه فهنا لو اثرت الكتلة الاولى على الكتلة التانية بقوة اف الكتلة التانية هتاسعى الكتلة الاولى بنفس القوة يعني هنختار الاثنين لو كان عطيك مثلا راكم اللي يكون خمسة نيوتن يبقى ان هنختار خمسة نيوتن وهكذا لان هنا هنلتبع للقانون السالس لنيوتن لكل فعل رد فعل يساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه فكذا نكون اخذنا الاسئلة الموضعية اللي وردت في الامتحانات السابقة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته